وللقوف على آخر التطورة والمسجدات الأمريكية ينضم إلينا مراسل والحرى من البيت الأبيض هشام بورار من وزارة الخارجين الأمريكية ميشيل غندور من الكونغرس عبد الرحمن البرديسي ومن البنتاجون وفاء جباعي أهلا بكم جميعا نبدأ معك أولا هشام يعني يتحدث في هذه الأثناء كاربي وينأى بالبيت الأبيض بالولايات المتحدة من جديد عن الضلوع تما حدث في عطلة نهاية الأسبوع في موسكو تلانا على التفاصيل هشام ونعم إناس أهم ما صرح به جون كوربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمري القومية الأمريكي هو كشف اتصالات بين المسؤولين الأمريكيين ونضرائهم في موسكو في نهاية الأسبوع الماضي وتلك الأحداث تدور في روسيا طبعا تمرد يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر البيت الأبيض يقول بأن هذه الاتصالات كانت جيدة ومباشرة وكان الهدف منها كما ذكر الرئيس الأمريكي اليوم وأن طمأنة روسيا والتأكيد عن الولايات المتحدة ليست خلف هذا التمرد ولا ترغب في تغيير النظام في الكريملين كما قال كوربي قبل لحظات وأيضا استمرار ذلك التنسيق العسكري العسكري لضمان عدم استخدام أسلحة نووية طبعا هذا هو الهاجس الذي كان يدور لدى واشنطن وكثير من العواصم الأوروبية أمام عدم يقين حالة عدم يقين ما الذي ستقول إليه الأمور في حال سيطر بريغوجين على أكثر من المناطق التي سيطر عليها في البداية وزحف باتجاه الكريملين المهم أيضا هو حرص البيت الأبيض حتى الآن والمسؤولين في واشنطن على عدم توصيف وتسمية ما حدث في روسيا الشكوك لا تزال مستمرة سواء حول ما حدث هل هو محاولة انقلابية تمرد أم كما يقول بريغوجين هو احتجاج فقط على القيادة العسكرية الروسية من المبكر أيضا يقول كوربي معرفة تدعية ما حدث على روسيا والنتائج النهائية لما سيحدث تأثير ذلك سياسيا على الكريملين وأيضا على سير المعارك العسكرية والعمليات العسكرية في أوكرانيا مهم أيضا أن كوربي أشار إلى أنه الولايات المتحدة حتى الآن في تقييمها لم تر تغييرا في سلم القيادة الروسية علما أن ذلك كان مطلبا لبريغوجين الذي انتقد كثيرا شويغو وزير الدفاع الروسي وإدارته للحرب في أوكرانيا ابقى معي هشام والتحول إلى وزارة الخارجية الأمريكية ميشيل غندور أهلا بك من جديد إذن طلعنا على متابعة الخارجية الأمريكية لمجريات الأحداث لسيما التي تجرى في موسكو وأيضا حيال الحرب على أوكرانيا نعم مواقف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جاءت متطابقة مع ما ذكره الزميل إيشام نقلا عن جون كوربي في البيت الأبيض ما أريد إضافته إلى مقاله إيشام هو أن الخارجية الأمريكية لا تؤكد حتى هذه الساعة ما إذا كان بريغوجين موجودا في بيلاروسيا أم لا ولا تريد أيضا الدخول في توقعات حول تأثيرات ما جرى في روسيا على روسيا على النظام الروسي وعلى الحرب في أوكرانيا إضافة إلى أثر ما حصل أيضا على وجود فاغنر إن كان في سوريا أو في الدول الأفريقية وهذا ما تريد وما تقوم الإدارة الأمريكية بمتابعته خلال هذا الوقت وفي الأيام والأسابيع القليلة المقبلة من ناحية أخرى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أعرب عن قلق الولايات المتحدة لقرار الحكومة الإسرائيلية تسريع بناء وحدات سكنية جديدة أكثر من أربعة ألاف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر إن هذه الإجراءات تشكل عائقا أمام عملية السلام وأمام تطبيق حل الدولتين ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى تطبيق التزاماتها وهذه الالتزامات قطعتها في اجتماعات شرم الشيخ والعقبة ودعا أيضا إلى العودة إلى الحوار وإلى خفض التصعيد ابقى معي وأتحول إلى وفاء جباعي في البنتاجون إذن وفاء أيضا بالنظر إلى ذات الموضوع كيف يراقب البنتاجون الأوضاع في روسيا؟ وهل من حديث عن حزمين جديدة لدعم أوكرانيا بالطبع؟ نعم إيناس البنتاجون كان يملك بالفعل دلائل وإشارات بحسب المعلومات والتقارير الاستخباراتية إلى أن أمر كهذا سيقع في روسيا وكان يتحدث المسؤولون في البنتاجون في أكثر من مناسبة عن الخلل والتصدع في البنية السياسية والعسكرية لروسيا وبالتالي ما حدث لم يكن مفاجئا بالنسبة للمسؤولين هنا ما كان مفاجئا هو السرعة التي تطورت بها الأمور والتقدم الذي حققته مجموعة فاغنر وأيضا عدم ملاقاتها لمواجهة أو صد يذكر من قبل القوات النظامية الروسية وبالتالي البنتاجون يبقي الأمور تحت المجهر يراقب عن كثب وبحذر ما يجري والأهم تداعيات ما جرى على الأوضاع في روسيا وأيضا انعكاسات هذه التطورات على الميدان في أوكرانيا البنتاجون كان حريص على التأكيد أن الولايات المتحدة لم تكن ضالعة أو مرتبطة بهذه الأحداث لا من قريب ولا من بعيد وأن من المهم جدا أتأكد من أن الترسان النووية الروسية بمنأة وليست بخطر أو بمعزل عن هذه الأحداث وأيضا أنه مهما آلت إليه الأمور في روسيا فإن الولايات المتحدة تواصل دعمها والتزامها بتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وبالفعل ترجمة لمثل هذا الموقف أكد مسؤول في البنتاجون للحرة بأن الولايات المتحدة بصدد الإعلان الثلاثاء عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار ستصحب مباشرة من مخزون وزارة الدفاع وذلك بتفويد رئاسي هو الحادي والأربعين للرئيس بايدن منذ أغسطس العام 2021 هذه الحزمة الجديدة ستشبه الحزمة السابقة أي ستشمل الكثير من الذخائر والصواريخ وأيضا ستشمل المزيد من العربات المدرعة من طراز برادلي إناس نبقي معي وفاة تحول أخيرا إلى عبد الرحمن البرديسي من الكونغرس إذن عبد الرحمن كيف تلقي أحداث عطلة نهاية الأسبوع التي وقعت في روسيا وأيضا الحرب في أوكرانيا بظلالها على نشاط الكونغرس نعم إناس يعني تطابق تقريبا بين الإدارات الأمريكية من البيت الأبيض ووزارة الخارجية البناغون وأيضا الكونغرس تقريبا نفس ردود الأفعال يعني كيفين مكورثي رئيس مجلس النواب الأمريكي صرح لوسائل الإعلام الأمريكية وقال نراقب عن كثب ما حدث من تمرد مجموعة فاغنر على القوات الروسية وعلى موسكو وأيضا نقول أن هذا الأمر أصبح للجميع ونتج عنه بأن روسيا وأن الرئيس الروسي بلاديمير بوتين ضعيف جدا عما كان الكثير يتوقع وأن بوتين من عشرة أعوام مختلف تماما عن بوتين اليوم أيضا كان هناك إحاطة سرية من مجمع الاستخبارات الأمريكية إلى ثمانية أعضاء كبار قادة الكونغرس الكبار بمن فيهم مارك وورنر وهو رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ والذي قال نراقب عن كثب ولا يوجد أي تفاصيل عن إذا كان سيؤثر على مصار الحرب الروسية على أوكرانيا أم لا ولكن الجميع في الكونغرس وأيضا باب مينندز مثلا رئيس لجنة العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ قال هذا يعطينا قوة أكثر بأن ندعم أوكرانيا بكل ما نستطيع حتى تنتهي هذه الحرب على أوكرانيا شكرا لك عبد الرحمن البرديسي كنت معنا مباشرة من الكونغرس شكر كذلك موصول لمراسل الحرة من البنتاجون نفاق جباعي مشيل غندور من الخارجية الأمريكية هشام برار كنت معنا من البيت الأبيض